منذ أن كنت في الثالثة عشرة من عمري وأنا أحشو معيدتي برقائق البطاطس والحلويات والبسكويت كنت أجلس أمام التلفزيون وأتناول المزيد والمزيد من الطعام كانت الإعلانات تعرض كل هذه الأشياء التي بدت لذيذة حقاً وكان علي أن أجرب كل شيء في المدرسة كنت أتعرض للتنمر غالباً بسبب وزني كنت غاضبة من نفسي وأسأل نفسي لماذا أنا بدينة؟ لماذا أنا قبيحة جداً؟ لماذا يعتقد الناس أنني وحش؟ لماذا أتعرض للإهانة من غرباء في الشارع بسبب مظهري فقط؟ كنت غاضبة من نفسي لأنني اكتسبت الكثير من الوزن ولم أتمكن من إنقاسه في الأفلام عندما يتحدث أشخاص عن إنقاس الوزن يبدو الأمر سهلاً لكن الواقع مختلف عمر كارول اليوم أربعة وثلاثون عاماً وتعيش بالقرب من مدينة لوزان سويسرية منذ سن المراهقة وهي تتغذى بشكل أساسي من الساندويشات والوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية أي من الوجبات السريعة أي الطعام غير الصحي كلما زاد أكلي ساء شعوري وأصبحت نظرات الناس إشكالية أكثر بالنسبة لي فصرت آكل لكي أشعر بالتحسن كانت حلقة مفرغة لم أستطع الخروج منها وازداد تناولي للأطعمة الأكثر حلاوة أو ملوحة أو الأقوى نكهة ففقدت السيطرة تدريجياً السكر والملح والدهون ثلاثة مكونات تجعل الأطعمة التجارية لا تقاوم لدى المصنعين علماء يعملون في المختبرات على مزيج مثالي من هذه المكونات المغرية تحدثنا إلى رجل يعرف هذا القطاع من الداخل ويكشف عن الاستراتيجيات التي يستخدمها عمالقة صناعة الأغذية هذه المكونات الثلاثة قوية جداً يتسبب الملح في تعزيز النكهة على سبيل المثال على سطح رقائق البطاطس أو الوجبات الخفيفة فهو أول ما يلامس اللسان وهناك أيضاً الدهون التي تسبب هذا الشعور في الفم فأنت تعرف الشعور حين تقدم شطيرة جبن مشوي ولعل أقوى هذه المكونات هو السكر لأن معظم الناس يحبونه بالغريزة لذا طور قطاع صناعة الأغذية ما يسمى بنقطة السعادة القصوى التي تعتمد على الكمية المثالية من السكر في المنتجات لا زيادة ولا نقصان فيها أمضى الصحفي الاستقصائي عشر سنوات في البحث لدى قطاع صناعة الأغذية عن طرق تصنيع الأطعمة المعالجة قاومت فكرة وصف منتجاتهم بأنها تسبب الإدمان وبدلي أنه من السخافة مقارنة بسكويت أوريو بالهيروين لكن أسباباً متعددة جعلتني أغير رأيي والآن أنا مقتنع حتى أن هذه الأطعمة المعالجة تسبب مشاكل أكثر من التبغي والكحول وحتى من بعض أنواع المخدرات اليوم نعلم أن هذه الأطعمة المعالجة بشكل كبير لها علاقة مباشرة بالانفجار العالمي في معدلات السمنة وزيادة الوزن تتعالج كارول في قسم السمنة التابع للمستشفى الجامعي في لوزان قبل عامين كادت زيادة وزنها أن تقتلها كانت غير قادرة تقريباً على الحركة والتنفس مؤخراً أجريت لها عملية تصغير للمعدة حيث تم تقليصها بشكل كبير اليوم لديها موعد مع طبيبة الغدد الصماء وطبيبة النفسية لقد فقدت 35 كيلو جراماً فعلاً لكن عليها تعلم الكثير من الأشياء من جديد كشعور الجوع وشعور الشبع وأيضاً احترام ذاتها مرة أخرى إنها بداية صراع طويل كيف حالك؟ لا أشعر أنني تغيرت أو خسرت بعض الوزن ففي المرآة لا أرأي فرق لكنني ألاحظه في الملابس فالقميص الذي أرتديه الآن كان صغيراً جداً علي وأستطيع ارتداء البناطيل التي كانت ضيقة علي مجدداً فيما هناك أشياء لم أعد ألبسها لأنها أصبحت كبيرة جداً علي القسم متعدد التخصصات في مستشفى جامعة لوزان يشرف على حوالي 1500 مريض يعانون من زيادة الوزن وكارول هي واحدة من بين 220 مريضاً شهدنا زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة في العقود الأخيرة شهدت بيئتنا المباشرة تغيرات عميقة لدرجة أننا نسميها الآن مسببة للسمنة أو سامة وهي سامة من حيث السعرات الحرارية تشجعنا الإعلانات والعروض الترويجية الخاصة على تناول المزيد والمزيد من الأطعمة وهي غالباً ما تكون سيئة الجودة وهذا يعيق حريتنا الشخصية هنا في سويسرا يعاني 42% من السكان من زيادة الوزن منهم 10% يعانون من السمنة المفرطة هناك صلة بين انتشار الأطعمة السريعة المعالجة للغاية والمعروفة باسم الطعام غير الصحي وانخفاض النشاط البدني وزيادة الوقت الذي يتم قضاؤه أمام الشاشات أجواء كهذه تساهم في ازدياد عدد الأشخاص المصابين بالسمنة تشير الأدبيات العلمية بشكل متزايد إلى علاقة السمنة باستهلاك الأطعمة المعالجة صناعياً قطعاً غالباً ما تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على سعرات حرارية بكميات كبيرة جداً في حين أنها لا تجعلك تشعر بالشبع بالضرورة وفي سياق هذا الانفجار في السمنة من الواضح أن الطعام غير الصحي يلعب دوراً رئيسياً عندما تشير أخصائية أمراض السمنة إلى هذه الأطعمة غير الصحية فهذا أمر مفهوم أما أن تفعل أكبر شركة أغذية في العالم ذلك فهذا أمر مختلف تماماً في عام 2021 تعرضت شركة نسل لانتقادات شديدة بعد أن نشرت صحيفة فينانشل تايمز بفقة داخلية للشركة تعترف فيها بأن غالبية منتجاتها غير صحية تقول الوثيقة التي نشرتها صحيفة فينانشل تايمز إن أكثر من 60% من منتجات نسل غير صحية باستثناء القهوة وأغذية الأطفال والأغذية المدعمة كانت الوثيقة موجهة للمدراء التنفيذيين في نسل لتكون أساساً لإعادة التفكير في استراتيجية الشركة فماذا كان رد فعل الشركة متعددة الجنسيات على هذا الكشف؟ هل صدمكم إدراكوا أن المنتجات غير صحية أكثر بكثير من ما كان متوقعاً؟ بمجرد أن علمنا بالأمر أدركنا أن علينا القيام بشيء ما وتحديد المنتجات التي علينا إبقاؤها وتلك التي يجب استبعادها أو إعادة صياغة تركيبتها وهل تتبعون هذه السياسة لأنكم أصبحتم على وعي بأن الكثير من منتجاتكم غير صحية أم لأنكم تريدون أن تبقوا الشركة رقم واحد في العالم؟ نريد أن نظل موجودين من أجل المستهلكين وأن نكون حيث يكونون فمع المشاكل المرتبطة بجائحة كوفيد أصبح لدى الناس اهتمام متزايد بالصحة والمناعة وصار أغلبهم أكثر وعياً بالحاجة لتقليل استهلاك السكر مثلاً ونحن نرافق الناس في تلك الرحلة لتحسين تغذيتهم والحفاظ على صحتهم قامت شركة نيسلي بالفعل بإلغاء عدد من خطوط منتجاتها كالنقانق مثلاً ولكن كان على شركة سويسرية متعددة الجنسيات وغيرها من عمالقة الأغذية تغيير مسارها منذ زمن طويل مدينة مينيابوليس في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من عشرين سنة في الثامن من أبريل عام 1999 في اجتماع سري التقى الرؤساء التنفيذيون لأكبر ثمان شركات للأغذية في البلاد من بينهم نسل الأمريكية كان على جدول الأعمال دورهم في واحدة من أخطر أوبئة الصحة العامة التي شهدتها الولايات المتحدة على الإطلاق السمنة كانت مسؤوليتهم مصدر طلق متزايد بالنسبة لهم فمنتجاتهم كانت أحد أسباب زيادة الوزن لدى السكان والأمراض مثل السكر وأيضاً عدة أنواع من السرطان مايكل مود نائب مدير شركة كرافت للأغذية إحدى أكبر تلك الشركات وقف في هذا الاجتماع ليحلل الموقف لا يمكننا الادعاء بأن الطعام ليس جزءاً من مشكلة السمنة علينا أن نفعل شيئاً لكم أن تتخيلوا كم أغضب خطابه قادة شركات الأغذية العملاقة أحدهم بدأ عليه الغضب بوضوح فوقف أيضاً وقال مستحيل أن نمس الجواهر وكان يعني بذلك المكونات المهيمنة الملح والسكر والدهون وأضاف أن من شأن هذا أن يقلل جاذبية منتجاتنا وبالتالي أرقام مبيعاتنا لم تر شركات الأغذية الكبرى أسباباً لتغيير أي شيء وأنهت اجتماعها فجأة كاشفة لا مبالاتها بالأمر لم يعد هناك شيء يمكنه وقف وباء السمنة بعد ذلك كما يتضح على هذه الخريطة الموجودة على إحدى المواقع الاختصاصية سكان العالم يزدادون بدانة درجات اللون الأحمر الغامقة ترمز إلى زيادة الوزن الشديدة أي السمنة تعد المكسيك من بين البلدان الأكثر تضرراً حيث يصنف أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغين هنا على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وهنا يوجد أعلى معدل بدانة أطفال في العالم في متاجر الأغذية هنا لا يوجد تقريباً إلا الوجبات السريعة والسمنة منتشرة في جميع طبقات المجتمع كحال روخيليو الذي يأكل في الغالب رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية منذ كنت طفلاً وأنا أتناول هذا النوع من الأطعمة لم تقل لي والدتي قط أن أكل الفاكهة بدلاً منه بل كانت دائماً تقول كل ما يعجبك روخيليو سائق سيارة أجرى وهو يجلس في سيارته ما يصل إلى 12 ساعة متواصلة في اليوم إنه لذيذ للغاية ويمكنني تناوله أثناء القيادة دون الاضطرار إلى الوقوف وحتى في منزله لا يتناول روخيليو إلا الطعام سريع التحضير المليئ بالدهون والرخيص مع مشروبات سكرية لديه طفلان ابنة في سن المراهقة وصبي صغير سأريكي بعض الصور لي وأنا سمين قليلاً هذا أنا مع ابني كان وزني هنا حوالي 120 كيلوغراماً وفي هذه الصورة 126 كيلوغراماً هل كنت تعاني من ذلك الوزن؟ نعم أحياناً كنت أعاني كثيراً ولا أرغب حتى في الخروج من المنزل أو التنزه فنفسي كان ينقطع فوراً بصراحة كنت لا أفعل شيئاً سوى الاستلقاء والأكل في غضون ذلك حاولت فقدان بعض الوزن لكي أعيش لفترة أطول جعلت الحكومة الحالية المعركة ضد السمنة أولوية وقائد المهم هو هو هوغو لوبيز جاتي طبيب ومستشار موثوق للرئيس ونائب وزير الصحة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية على الأقل كان السبب ثلث الوفيات في المكسيكي سوء التغذية ويرجع ذلك أساساً إلى الكميات الزائدة من السكر والسعرات الحالرية والدهون والملح من الصعب أن نتخيل أنه في عام 1980 كان أقل من 7% من سكان المكسيكي يعانون من زيادة الوزن فيما ارتفعت نسبتهم اليوم خمسة أضعاف ما بين الأمس واليوم حدث في البلاد تغيير جذري هو الانفتاح على التجارة الدولية في الثمانينيات تغير النظام الاقتصادي والاجتماعي في المكسيكي نحو الليبرالية الجديدة وتحرير الاقتصاد في الوقت نفسه تم تفكيك الحماية التي توفرها الدولة ضد المخاطر الصحية عواقب ذلك ظهرت بعد بضع سنوات زاد عدد من يعانون من زيادة الوزن بين السكان وفي غضون عشرة إلى خمسة عشر عاما أصبحنا نرى أمراضا مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكر والسنة المفرطة والسرطان إلى آخره كانت نقطة التحول توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا عام 1994 والتي أغرقت السوق المكسيكية بمنتجات معلجة رخيصة حلت مكان الأطعمة التقليدية تعتبر المشروبات السكرية وخاصة منتجات شركة كوكاكولا رمزا لهذه الكارثة يستهلك الفرد اليوم ما معدله 163 لترا من المشروبات الغازية في السنة مع الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة أقر البرلمان المكسيكي ثلاث لوائح أساسية ضريبة على السكر وحضر الإعلانات التي تستهدف الأطفال وعلامة تحذيرية تظهر بشكل بارز على المنتجات غير الصحية على غرار علب السجائر كافحت منظمات حماية المستهلك وأطباء ومنظمات خاصة كتلك التي تديرها دوري كاستيو من أجل تنفيذ هذه الإجراءات يتعين على الشركات المصنعة اليوم أن تعلن ما إذا كانت منتجاتها تحتوي على كميات زائدة من السكر والسعرات الحرارية والدهون المشبعة والدهون المتحولة والملح هذا أمر ضروري في مكافحة الوزن الزائد والسمنة والأمراض غير المعدية التي يمكن الوقاية منها ولتجنب هذه الملصقات قامت العديد من العلامات التجارية بتغيير تركيبة المنتجات وخفض كمية السكر مثلا كما وضعت قيوداً على منتجات الأطفال كمنع عرض صور الحيوانات الخياليين عليها مثلاً كان على الشركات المصنعة إزالة صور النمور من على هذه العلبة على علب أخرى كانت هناك صورة فيل أو طائر طوقان تنطبع هذه الصور في أدهان الكثير من الأطفال وكلها جزء من استراتيجية تسويقية لتعزيز المبيعات والولاء للعلامة التجارية كان ذلك نجاحاً كبيراً لنا فهذه الملصقات والعلب تسلب الناس حرية اتخاذ القرار كان الفوز بهذه المعركة صعباً جداً مثل كل المعارك التي نخوضها لحماية صحة الشعب المكسيكي فشلت شركات الأغذية في محاولتها منع الملصقات من خلال دعوة قضائية زعمت فيها أن الملصقات تعيق المستهلكين من مقارنة المنتجات واختيار الأغذية الصحية منها من المشين أن تكون شركات الأغذية سواء أكانت متعددة الجنسيات أو دولية أو مكسيكية لا تبالي بالمعاناة الإنسانية فمن الواضح أنها لا تحترم الرأي العام لقد عيشت كثيراً مسؤولي هذه الشركات وهم يتظاهرون بالتحاول مع الحكومة لكنهم في الواقع يخفون نوايا أخرى إنهم يماطلون ويستخدمون معلومات مضللة ليكسبوا الوقت ويحققوا المزيد من الأرباح وهذا رغم علمهم أنهم يقتلون الناس وخاصة القصر اتصلنا بكبار منتجي المواد الغذائية المكسيكيين لكن لم يرغب أحد منهم في إجراء مقابلة معنا وكيف يبدو الحال في سويسرا؟ هنا لا توجد قيود قانونية لمكافحة زيادة الوزن والسمنة على الرغم من أنها تؤدي إلى تكاليف رعاية صحية تزيد عن ثمانية مليارات فرانك سويسري سنوياً فلنأخذ مثلاً مسألة فرض ضريبة على المشروبات السكرية التي تم تبنيها في أكثر من خمسين دولة حول العالم من بينها دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وهي ناجحة نأخذ على سبيل المثال زجاجة الفانتا هذه التي تم شراؤها من متجر في بريطانيا حيث يتم فرض هذه الضريبة تم استبدال بعض السكر بمادة محلية مما أدى إلى تقليل محتوى السكر إلى 4.6 جرام لكل ديسلتر المشروب نفسه الذي يتم تسويقه في سويسرا يحتوي على 10.3 جرامات من السكر أي أكثر من ضعف الكمية هذا صحيح 4.6 جرامات مقابل 10.3 من الصعب معرفة ما إذا كان ما تتناوله صحيا أم لا هناك 15 أسما مختلفا للسكر ولا نعرف أبدا مدى ارتفاع محتواه في الواقع هناك أدوات تسويقية تمكن الشركات من إخفاء محتوى السكر على الحكومة أن تتحمل المسؤولية هنا قدمت عضوة مجلس الكنتون ديلفين باخمان مبادرة من كانتون جينيف إلى البرلمان السويسري تهدف لفرض ضريبة للحد من محتوى السكر في المشروبات والأطعمة المصنعة يعرف صناع الأغذية جيدا أن منتجاتهم غير صحية فهي تحتوي على سكر مخفي لكنها لا تغير ذلك لأنها تخشى أن تفقد الزبائن المعتادين على السكر إنهم يتجنبون الشفافية ولذلك فنحن بحاجة لإجراءات سياسية بعض الكنتونات اتخذت إجراءات فعلية وأمل أن يؤدي تكفيف التحركات السياسية إلى دفع سلطاتنا إلى العمل وإتاحة الفرصة لرفع مستوى الوعي بين السكان حول هذه القضايا وأحداث التغيير على مدى السنوات القليلة الماضية تم تقديم سلسلة من الاقتراحات في سويسرا تدعو إلى تدخل الدولة ولكن دون جدوى يخطط البرلمان لفرد قيود محتملة على الإعلانات التجارية عن الأطعمة غير الصحية التي تستهدف الأطفال الأغلبية في البرلمان لا تريد تنظيم السوق لأسباب أيديولوجية وهناك مجموعات ضغط مرتبطة بإنتاج السكر وتصنيعه وصناعة الأغذية ولديها أصدقاء في البرلمان جماعات الضغط هي مصادر مهمة للخبرة والمعلومات ولكن حين تصبح مصالح الصناعة مهيمة تؤثر على الصحة العامة والإنفاق فهذا غير مقبول نريها زجاجة الفانتس ويسرية التي تحتوي على ضعف كمية السكر الموجودة في نظيرتها من بريطانيا بالإضافة إلى تقرير للبنك الدولي حول تأثيرات ضريبة السكر يوصى بفرض ضرائب على المستوى الدولي على المشروبات المحلات بالسكر كأداة مهمة للوقاية من السمنة ومكافحاتها تقرير البنك الدولي ذو مدلول قوي ومشجع إنه يقول بوضوح إن السكريات المخفية هي كارثة ويجب تقليل محتوىها لحماية الصحة العامة وخفض نفقات الحكومة لكن غالبية أعضاء البرلمان غير مهتمين بذلك كيف تفسر هذه الأغلبية النيابية معارضتها؟ طرحنا هذا السؤال على عشرة برلمانيين سويسريين هم أيضاً أعضاء في مجموعة ضغط لشركات المشروبات المنعشة من أمثال كوكاكولا وريدبول وموردي المشروبات السكرية المحليين تدعي المجموعة ما يلي نحن نشارك بنشاط وشفافية في النقاش السياسي والاجتماعي ومع ذلك من بين أعضاء البرلمان العشرة الذين سألناهم لم يوافق أحد على إجراء مقابلة إن اتخاذ قرار واع ليس بهذه السهولة بالنسبة للمستهلكين الذين يواجهون فيضاناً مستمراً من الإعلانات كما سنرى في هذه المدرسة في جينيف يبين هذا العرض للتلاميذ كميات السكر والدهون التي تحتويها الأطعمة المصنعة توجد هنا المنتجات التي يجب تجنبها تماماً على الجانب الآخر هناك الأطعمة الصحية التي يجب تناولها خلال الاستراحة بدلاً من رقائق البطاطس والمشروبات السكرية يبين لنا التلاميذ ما يفضلون تناوله عادةً هل ترين ماذا لديك هنا؟ ثلث مدارس جينيف تعمل بهذا البرنامج الذي تم إدخاله قبل 15 عاماً يتشكل ويترسخ سلوك تناول الطعام في مرحلة الطفولة المبكرة قبل سن العاشرة لقد فهم قطاع المواد الغذائية هذا جيداً وهو يستهدف الأطفال من خلال التسويق المكثف لتعويدهم على الأطعمة فائقة المعالجة والوجبات الخفيفة في المغلفات الصغيرة أي هذه الملتجات ستشترونها أولاً حين تكونون في المتجر رقائق البطاطس، الوافل، السكاكر وإيمان ديمز، هذا كل شيء لماذا؟ لأنها تبدو لذيذة وأنت كل شيء موجود هنا كلنا نضعف أمام الأطعمة الحلوة والمالحة والدهنية لكن بالنسبة للبعض مثل ريبيكا أصبح ذلك مشكلة ذات عواقب صحية تعاني الشابة منذ عشرين عاماً من اضطراب نهم الأكل حيث كانت تصيبها نوبات متكررة تتناول خلالها كميات هائلة من الطعام خلال وقت قصير أصبح الأمر عادة وكنت ألجأ إلى الطعام عندما أشعر بالتوتر أحياناً كنت أشعر وكأن كارثة كبيرة تهيمن علي وكان الأكل طريقة الوحيدة للتعامل معها قامت ريبيكا بالتسوق لتبين لنا ما تأكله في كل نوبة من نوبات الإجهاد العاطفي خطوة شجاعة من جانبها إذن تأكلين كل هذا دفعة واحدة؟ ليس كله ربما بل معظمة وكيف تبدأين؟ بما تبدأين؟ الرافيولي الرافيولي بالله؟ نعم بصوص الكريمة كل العلبة؟ العلبة بأكملها مع الجبن المبشور العلبة بأكملها أيضا؟ نعم لابد أن ألتهم كل شيء ومن ثم تستمرين في الأكل؟ كان ذلك يعتمد على ما تبقى من مساحة في معيدتي أكل هذه في الطريق كاملة ثم قطعتين من المادلين ربما ثم بعض البسكويت العلبة كاملة وكيف تشعرين بعدها؟ ليس شعوراً جيداً القدمات الأولى دائماً ما تكون لذيذة حيث تتذوقين الطعم وتستمتعين بتناول هذه المنتجات ولكن بعد برها لا يعود هناك متعة وحينها لا يعود بإمكانك التوقف عن الأكل ببساطة؟ لا لا أتوقف إلا عندما يصل ألم معيدتي حداً لا أقوى معه على الجلوس أو الاستلقاء وهل تشعرين بالخجل من ذلك؟ نعم بالتأكيد ولهذا أفعل ذلك بالسر أشعر بالخجل لأنه لا أحد يطلب مني أن أكل كل هذه الأطعمة بهذه الكميات المفرطة لماذا تخبريننا بكل هذا الآن؟ أن أقول هذا بصوت عال هو جزء من رحلتي بالإقرار والاعتراف لنفسي بأن لدي مشكلة أنا أحاول أن أجد مخرجاً وحلاً وأريد أن أخبر الناس بأن هذا ليس سهلاً إنها ليست مسألة إرادة قوية وحسب جزء كبير من الأمر يحدث في الخفاء ريبيكا أيضاً طلبت المساعدة من عيادة معالجة السمنة في مشفى لوزان الجامعي وهي تعمل الآن مع طبيبة نفسية هناك على علاقتها بالطعام من أجل تجنب نوبات النهم في المستقبل إذن كيف هي أحوالك منذ الأسبوع الماضي؟ جيدة يكون تناول الطعام سريعاً للغاية وغالباً ما تكون الأطعمة المتناولة هي تلك التي تولد إحساساً بالإثارة والتوقي الشديد ومعظمها أطعمة حلوة ودهنية في هذه المرحلة يفقد المرء السيطرة ولا يستطيع التوقف عن الأتل تم إجراء تجارب لا حصر لها على الأشخاص الذين فقدوا السيطرة عند السهلاك مواد معينة يتعلم هذا الجرد سريعاً أن الضغط على الدواسة سيجعله يكافأ بجرعة من السكر ثم يبدأ بتناوله بنهم أظهرت تجربة مماثلة أن الفئران تفضل تناول السكر على الكوكايين تعد هيمنة السكر أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقاً وهذه التجربة أثبتت ذلك يرأس بن جامابو تريل قسم أبحاث عصبية حيوية للإدمان واضطرابات الأكل في مستشفى لوزان الجامعي مجال اختصاصه هو الآليات الكامنة وراء الإدمان وفقدان السيطرة نحن نرى تغيرات في دماغ شخص لا يستطيع التحكم في تناوله للأطعمة الدهنية والسكرية ويمكن مقارنتها بتلك التي تظهر لدى شخص يعاني من الاستهلاك المفرط وغير المنضبط للكحول أو الكوكايين أو التبغ يمكننا إجراء مقارنة بين قطاع الأغذية الزراعية وقطاع التبغ من حيث الطريقة التي قاموا بها بتحسين منتجاتهم وكيف قاموا بتغيير طبيعتها والمقصود في هذه الحالة المعالجة الفائقة حيث تضيف شركات التبغي مواد ونكهات لتحسين فعالية النيكوتين والهدف في كلتا الحالتين هو الاحتفاظ بعملائهم وزيادة المبيعات على المدى الطويل أجرى الصحفي مايكل موس في الولايات المتحدة أبحاثاً في مختبرات مصنعي المواد الغذائية ليفهم كيف يطور مهندس الأغذية منتجاتهم يكره قطاع الأغذية كلمة إدمان فلن تراهم في مختبراتهم يقولون على سبيل المثال كيف نجعل هذا المنتج الجديد من رقائق البطاطس أكثر قابلية للإدمان بل يستخدمون مصطلحات أخرى لوصف تعزيز جاذبية منتجاتهم كوصفها بأنها لا تقاوم والمفضلة أو هذا المصطلح وهو واحد من المصطلحات المفضلة لديه قابلية الاستزادة أي جعلنا نرغب في المزيد والمزيد من منتجاتهم هل يستهدف مصنع الأغذية المستهلكين الضعفاء عمداً؟ لدى قطاع صناعة الأغذية معادلة يسمونها قاعدة العشرين ثمانين أي أن عشرين في المائة من عملائهم يأكلون ثمانين في المائة من منتجاتهم إذن قلة من الناس يأكلون الكثير وهم يسمونهم المستخدمين المفرطين إنهم يستهدفونهم من خلال التسويق مع علمهم أن هؤلاء الأشخاص معرضون للإفراط في تناول منتجاتهم لأسباب مختلفة إن ركزوا على عشرين في المائة من العملاء فسوف يزيدون مبيعاتهم ما هو موقف نيستلي أكبر شركة أغذية في العالم؟ هل وضعت نصب عينيها مجموعة مستهدفة معرضة لسلوك الأكل المفرط؟ ولماذا تستمر الشركة في تسويق المنتجات التي وصفتها بنفسها بأنها غير صحية؟ خلال مقابلة انطرحنا سلسلة من الأسئلة المشابهة وكنا نحصل على الإجابة نفسها دائماً تريد نيستلي مساعدة الناس على تناول الطعام بشكل جيد مما يعني إيجاد التوازن الصحيح بين المتعة والصحة فلسفة نيستلي هي مساعدة المستهلكين على التغذية الجيدة والجمع بين المتعة ونظام غذائي متوازن والصحة السليمة ولهذا تقدم نيستلي مجموعة من المنتجات المغذية وبأسعار معقولة ومنتجات ضواقة يجدر استهلاكها باعتدال ولكن من المعروف عملياً أن بعض المستهلكين يعرفون باسم المستخدمين المفرطين أي الأشخاص الذين يأكلون بشكل مفرط أليس هؤلاء المستهلكون مدمنين بشكل أساسي على منتجاتكم؟ لهذا السبب نقدم برامج تعليمية ولكن أتعتقدين أنهم مدمنون؟ مدمنون؟ لا لا أعتقد ذلك ليس على منتجات النسل على الأقل فمنتجاتنا لا يتم التطويرها على هذا الأساس بل نحن نطور منتجاتنا بما يتوافق مع نظام غذائي متوازن وصحي كل شركة مصنعة لديها استراتيجيتها الخاصة للسيطرة على شهيتنا لا يشك مايكل موس في أن المستهلكين الأكثر ضعفاً هم مفتاح نجاح سوق عمالقة الأغذية إن عرفت الإدمان على أنه سلوك متكرر يجد بعض الناس صعوبة في الإقلاع عنه فإنه ينطبق تماماً على النموذج التجاري لقطاع صناعة الأغذية تقضي الشركات المصنعة للمواد الغذائية فائقة المعالجة كل وقتها لتطوير منتجاتها وتسويقها بطريقة لا تجعلنا نحبها وحسب بل تجعلنا نريدها أكثر وأكثر ماذا تفعل سويسرا لحماية صحة المواطنين؟ عام 2020 أعلنت الحكومة معارضتها للقانون المكسيكي الذي يفرض على مصنعين مواد الغذائية الإعلان عن المستويات المفرطة من السكر والدهون والملح حيث يتم ذلك بوضع ملسقات التحذير السوداء هذه لماذا تدخلت سويسرا؟ تظهر عشرات من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تم الحصول عليها بفضل قانون حرية المعلومات في البلاد أن نسلي هي التي طلبت التدخل كما يتضح من خلال هذه المراسلات بين وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تمكنت من التحدث مع الذي أكد لي خطورة المشكلة والحاجة الملحة لاتخاذ إجراء اتصلت نسلي بأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية مباشرة لطلب دعم المسؤولين السويسريين رفضت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إجراء مقابلة معنا بعكس نسلي وفقنا على أهداف القانون وهي خفض معدلات السمنة ومساعدة المستهلكين على تناول طعام أكثر صحة ما لم نتفق معه هو آلية تطبيق هذا القانون فالملسقات المستخدمة في المكسيك هي مجرد نظام تحذير ولا تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أفضل لكن أليس التحذير ضروريا حين يكون 76% من السكان يعانون من زيادة الوزن أو السمنة؟ بالتأكيد أنت محقة علينا أن نعد برامج تعليمية لخفض نسبة السمنة بين السكان ولمساعدة الناس على اتخاذ قرارات استهلاكية أفضل إذن نسلي عازمة على إعداد برامج دعم المؤكد هو أن الشركة تقاوم صدور أي تنظيمات قانونية من بين الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها نسلي إلى الحكومة السويسرية هذه المذكرة الاقتراح متطرف ومقيد للغاية ويفتقر إلى المنطق العلمي رسائل التحذير قد تخلق خوفا لا داعي له لدى المستهلكين عرضنا المذكرة على نائب وزير الصحة المكسيكي ردة فعل الأولى هي الضحك لكنها ضحكة مأساوية أضحك نتيجة فضادة وعناد قطاع المواد الغذائية وأقصد في هذه الحالة شركة متعددة الجنسيات ذات نفوذ كبير لقد أمضت الشركات سنوات عديدة في تطوير هذا الخطاب لستم تفاجئا برؤيتهم يحاولون خداع الجمهور بدعوى أن وضع الملسقات التحذيرية ليس في صالح العامة في نهاية الأمر نجحت مساعي المكسيك وكان على نسل ومنتجي الأغذية الامتثال للقانون لقد قامت شركة نسل الآن بتحسين تركيبة مجموعة من منتجاتها من أجل تجنب الملسقات السوداء من المفهوم أن تحمي شركات مصالحها لكن لا يمكن وضع المصالح الاقتصادية والخاصة فوق المصلحة العامة لهذا السبب نتحدث عن فصل المصالح الاقتصادية عن السلطات السياسية تتضمن السلطة السياسية لدولة ذات سيادة مثل المكسيك حماية المصالح العامة والدفاع عنها وتعزيزها وعلى رأس هذه المصالح حماية الأطفال نتالي فاربور لامبير طبيبة أطفال تقوم منذ 27 عاما برعاية القصر الذين يعانون من زيادة الوزن وهي ترافق مرضاها في كفاحهم لاتباع نظام غذائي صحي في الماضي كان لدينا أطفال يعانون من زيادة طفيفة في الوزن بالنسبة لعمرهم وطولهم لكن اليوم لدينا أطفال يعانون من زيادة الوزن بشكل كبير بمقدار 20 أو 30 كيلوغراما أو أكثر أكثر ما يزعجني هو حقيقة أن الأطفال يتم التلاعب بهم إنهم ضحايا هذا النظام الغذائي وهم عاجزون أمامه في كثير من الأحيان نلوم الوالدين على اتخاذ خيارات خاطئة وشراء منتجات غير صحية لكن من الصعب للغاية عليهم اتخاذ القرار الصحيح لا يستطيع كل الناس فهم الملسقات التحذيرية نحن ننتهك حقوق الإنسان والأطفال وأنا أتساءل إلى أي مدى ستصل الأمور هل نحن على استعداد لتضحية بجيل كامل لا بل بجيلين حتى لم أتمكن منذ سنوات من النظر في أعين الغرباء عنيت كثيرا من السخرية والشتائم حتى إنني تقوقعت على نفسي أحيانا لا أفكر في نفسي على أنني إنسان بل أنا مجرد هذا الشيء القبيح ماذا لو لم تنجي بأطفالك؟ كنت لأترك الحبل على الغارب وكنت لأكون ميتة منذ سنوات الآن لم أحب نفسي بما يكفي لأجد مخرجا بل فعلت ذلك من أجل أطفالي وحسب لأنني أحبهم وأريد لهم أن يحظوا بأم طبيعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر